دينيا احتفل مساء أمس المصلونة بمسجد بلال بحارة أنجاري كواسة بالدائرة السابعة احتفلوا بذكرى المولد النبوي الشريف وذلك بحضور مسل مندوب المجلس العالي الشؤون الإسلامية بالدائرة وعدد من المشائخ وحفظ كتاب الله العزيز والمدعوين تقرير محمود مسلفيل تشهد هذه الأيام العديد من ساحات مساجد العاصمة أنجمينة وضواحيها وبعض الأقاليم قراءة القرآن والمداعح النبوية المختلفة وذلك بمناسبة الاحتفال السنوي بذكرى المولد النبوي الشريف ومن هذا المنطلق فقد احتفل المصلون بمسجد بلال بحارة أنجاري كواس بالدائرة السابعة بهذه التي يحتفل بها المسلمين في البلاد وخارجها بدأت المناسبة بأي من الزكر الحكيم بعد ذلك جاءت عدة كلمات حول الاحتفال بهذه الزكرى المجيدة التي تحتوي على الأذكار وقراءة القرآن فضلا عن المداعح النبوية المختلفة من قبل المادحين بذكر مناقب المصطفى عليه الصلاة والسلام أفضل البشرية في كلمته بهذه المناسبة ممثل منذوب الدائرة السابعة الذي أشار إلى أهمية الاحتفال بهذه الزكرى ونحن في هذه السنة المباركة نقيمه وأهم شعاراتنا في هذه السنة المباركة يكون تحت طلب العافية من الله سبحانه وتعالى وطلب أن الله سبحانه وتعالى يخرج بلادنا من الأزمات هذا وفي نهاية المناسبة رفع الحضور أكفهم تضرعا لله عز وجل بأن يمنى البلاد بالأمن والصحة والسلام وأن يديم لجميع المواطنين لاستقرار ورغض العيش في كافة ربوع البلاد